بسم الله الرحمن الرحيم اليوم راح نشرح برنامج رفت MEB 2017 نفتح البرنامج عندنا في البرنامج نقدر ناخذ الصفحه الي احنا نبقى نشتغل عليها من open او new صفحه جديده طبعا اليوم عندنا مشروع هنا راح نشتغل عليه راح نبدأ اليوم في added mechanical يعني المعدات نضيف المعدات يعني نضيف المعدات على هذا الرسم الموجوده عندنا راح نعمل اليوم system كامل راح نشوف بننزل يعني ال air terminal وال mechanical equipment يعني راح ننزل عدة معدات ونشوف كيف طريقة التحكم فيها اول شيء يعني دايما في المشاريع لازم تنزل ال air terminal اه وتظهر عندك ال air terminal وتختار ال offset الخاص فيها وايش ما حطيت ال offset راح يزبط معك نحنا نبقى ال offset اه تسعة قدم حط ال offset عندنا تسعة قدم خلاص الزبط معانا الان زي ما احنا شايفين طبعا واضح معانا راح تقدر تختار rotate عشان تدوره او من دون rotate تقدر تحركه لما تجي تثبت تحركه راح نشوف مع بعض الان راح نشوف مع بعض الان بنيجي هنا وبنختار المنطقة اللي احنا حابين نحط فيها ال air terminal احنا ممكن نختار المنطقة هذي حابب تجي في نفس الطريقة تثبت ال air terminal بشكل مستقيم عشان يكون في نفس المكان واتثبت وخلاص تبقى تنهي الامر تضغط modify والافضل modify يعني حابب انه كيف هتعرف هذا الغرفة كم تحتاج كم تحتاج التبريد طبعا موجودة الأحمال ومعطيك البرنامج الأحمال اللي عنده وحتروح تشوف floor plan floor plan floor plan level 2 راح تشوف راح تشوف انه معطيك الأحمال موجودة هنا بالألوان المختلفة طبعا كل لون يختلف هذي واحدة الحال وهذي واحدة الحال زي ما احنا شايفين في الصورة هنرجع الآن لـ ceiling plan level 2 نجي هنا ونعمل click وحابب اعمل اثنين air terminal هنا و اثنين air terminal هنا نجيز ما احنا شايفين الـ flow 500 cfm تيجي هنا الآن تاخذ اول شي تعمل click بعدين تاخذ copy وبعدين تيجي تعمل اول شي الخيار تعمل هنا عشان يكون متعدد ونختار المنطقة او نحدد المنطقة او نخلي فيها الـ copy ونجي هنا ولو نكبر يكون افضل او مو مشكلة لو غلط يعني ما في مشكلة عادي جدا ونجي هنا بس تكون بالمحاذا مع الخط الموجود هنا واحد هنا ايضا واحد هنا ايضا وننهي بـ modify وبعضها طالع عن السطر موجود هنا طالع المربعات ما في اي مشكلة نعمل move نعمل هنا سحبها الشوحية لو نكبر برضو يكون افضل لانه بيبين معك هنا ايضا هنا ايضا نعمل هنا ايضا نعمل هنا اتوقع عنه مزبوق ويبعال بشويه ويبغلب شويه ويبغلوا اتوقع عنه الآن صار الشكل عندنا منصق ومرتب والآن صار خلاص في الشكل الآن عملنا الـ Air Terminal للغرفة هذه حبيت أركب الميكانيكال إكومنت الميكانيكال إكومنت مش موجودة عندنا اللي هي طالبها أو أساسا ما هي موجودة في البرنامج لو أنت حاب تضيف أي وحدة سواء كانت ميكانيكال إكومنت أو Air Terminal لازم يكون عندك فاميليا خاصة فيك طيب من وين أقدر أروح أجيب الفاميليا اللي أقدر أنزل منها عندي الشريط اللي موجود في الأعلى عنده شريط الموجود في الأعلى أجي نطالع في الشريط هذا اللي فوق وعندي Insert عندنا هنا عدة أوامر ونختار ونختار Load Family وحنشوف وين الفاميليا الخاصة فيه اللي أقدر أنزلها وأقدر أحددها وأعمل لها Open بحيث تنزل على المكان المحدد نرجع للسيستم تكلمنا عن تحريك المعدة المعدة تكلمنا عن تحريك المعدة بموف زي ما قلنا هنا عندنا موف وطبعا الدكت لأن الفاميليا ما هي عندنا موجودة لكن ممكن تكون عنده هي موجودة في البرنامج فعندنا هنا Air Terminal وعندنا Flex Dect وعندنا الدكت وعندنا أوامر ومعدات كثيرة هنا هذا شرح بسيط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر